السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحمة بكم عزائي الكرام على قناة إشعاع في هذا الفيديو أشارك معكم كيفية تحميل وتثبيت برنامج Adobe Reader وبرنامج Adobe Reader هو البرنامج الأكثر استخداماً لقراءة ملفات PDF ولتثبيت برنامج Adobe Reader سوف ندخل إلى هذا الرابط وسوف أضع لكم الرابط في صندوق الوصف وأيضاً يمكن الذهاب إلى جوجل ثم كتابة Adobe Reader ثم نفتح الرابط الأول إذن سوف تظهر هذه الصفحة إذن يمكن مباشرة تحميل البرنامج من خلال النقر على Download ولكن الأفضل أن نقر هنا على More Download ثم في الأعلى نلاحظ نظام التشغيل سوف نختار نظام التشغيل الذي نستخدمه في الكمبيوتر أنا مثلاً أستخدم إذن Windows 11 سوف أختار Windows 11 ثم هنا نختار اللغة مثلاً سأختار اللغة الإنجليزية وإذن هنا سوف أختار البرنامج المتوافق مع نسخة الWindows إذن أنا أستخدم نظام Windows من نوع 64 بيت ولمعرفة نوع نظام التشغيل سوف نتوجه إلى هذا الكمبيوتر الشخصي أو My Computer ثم ننقر عليه بزر الماوس الأيمن ثم نفتح خصائص ثم نأتي أمام نوع النظام إذن كما نلاحظ النظام لدي نظام التشغيل بإصدار 64 بيت إذن سوف أعود إلى صفحة البرنامج ثم سوف أختار 64 بيت لمن يستخدم نظام 32 بيت يختار النسخة التالية ثم هنا هناك بعض الخيارات الأخرى التي ليست مهمة مثلا هنا سيطلب منك البرنامج تثبيت Adobe Reader كإضافة في Google Chrome إذن سأقوم هنا بإلغاء هذا الخيار وأيضا هنا سوف يقوم بتثبيت مضاد فيروسات أيضا سأقوم بإلغاء هذا الخيار ثم نضغط على Download وسوف تبدأ عملية تحميل البرنامج إذن هنا تم الانتهام من تحميل البرنامج البرنامج بحجم صغير إذن سوف نذهب إلى التنزيلات لنقوم بتثبيت البرنامج نقوم بالنقر عليه إذن هناك من نلاحظ تبدأ عملية تثبيت البرنامج إذن هناك من نلاحظ تم الانتهام من تثبيت برنامج Adobe Reader إذن سوف ننقر على Finish إذن هنا من نلاحظ تم إنشاء اختصار على سطح المكتب للبرنامج إذن الآن سنقوم بفتح ملف PDF إذن هنا نلاحظ أنه تم فتح ملف PDF بوسيطة Microsoft Adage إذن الآن لحل هذا المشكل يجب علينا القيام بجعل برنامج Adobe Reader القارئ الافتراضي لملفات PDF للقيام بذلك سوف نأتي إلى أي ملف PDF ثم ننقر عليه بزر الماوس الأيمن ثم ننقر على خصائص سوف تظهر هذه النافذة إذن نلاحظ أمام نوع الملف PDF إذن فتح باستخدام Microsoft Adage كل ما علينا فعله هو ننقر على تغيير ثم نختار برنامج Adobe Reader ثم ننقر على تعيين الافتراضي ثم تطبيق ثم موافق إذن الآن سنقوم بفتح ملف PDF مرة أخرى وهنا كمان نلاحظ الآن تم فتح ملف PDF بوسيطة برنامج Adobe Reader إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أنني أشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته